موسيقى مرحبا بكم مشاهدي الكرام معنا في حلقة جديدة من برنامجكم تشكيلي تشكيلي يستضيف هذه الحلقة الدكتورة نوفيسر بن جلون أستاذ نوفيسر بن جلون هي فنانة تشكيلي أولا وكاتبة وطبيبة سنتعرف من خلال هذه الحلقة على تجاربها الفنية وعلى كتاباتها الإبداعية وعلى سيرتها الفنية مرحبا بك أستاذ نوفيسر بن جلون وشكرا على قبول الدعوة ماذا فكرت لك؟ السؤال الأول الاعتيادي هو أن نقرب الفنانة تشكيلي الجمهور الكريم من هي نوفيسر بن جلون؟ أنا خلقت مدينة فس في تحفة مع مرية أم مرية أغسام بي فواسط فني عندي الباستي اللي أرحمه من جلون كانت أوركاستر جوق ديال المساقل عندي الفسيان والواليد تدق بيانه وعندي خيطة وشعير وعندي الباستي اللي يقولون الفراسية ليس هذك اللي يكتب طفله ومدينة فس كنت تعرفها من مدينة تورفة من الحياة العلمية ودينية لم يكن حديدة ايضا على المدينة من الرغ Tree من بعدية الملشوار بالبار puedes entrar في تحفة حليلة كناتك لقد عملت الدرسات التدائية والتنائية تسمية موعة ومع الباكاتر مصفى نا ومشت الرباط ونحن النور في الصفن نطلق على الرصوح ثم تصلت للطاق النفسي للطاق الصوف النفسي في المغرب كنا كانت الميرتين ونار الثلاثين التي تصلت للطاق النفسي في المغرب ومن بعد ذلك قمت بعملها في السويسرا في السويسرا وفورمارسانس وعندما كانت لدينا كتابة في هذه الكتب كل شيء وخصوصاً في الفن واحدنا أخذت كتابة ميلي وفونغورد أخذها كل رسومات ميلي وبدأت نصور وشافهم الأستاذ لدينا وقد كانت أخذت كتابة المقابلين وعندما كانت أخذت كتابة في الفن وقالت بأنه لم يتمكن من قد ترسي الفن وقالت بأنها كانت أخذتك مهيبة التجارب الأولى في الفن كانت تحتل من بعض الدراسات الجامعية وفي البتدائي وإحداث التناويب لم يكن لدينا دراسة الفن يأعين على المستوى أو كانت لديكم دراسة للسامة مثلاً كما كانت كتابة في الفن؟ كانت واحد من ترسة الرسم كانت أخذت عقلة في التناويب تصورت دوارات الألوان والألوان والألوان لم يكن لدينا شيئاً لم يكن لدينا شيئاً لم يكن لدينا شيئاً بصراحة كانت شيئاً كانت خارج المغرب خارج المغرب وأنت في تخصص بحكم علم النفس ما أقول لك لا بدك تكون البدايات في الصغر لا بدك تكون البدايات في الصغر لا بدك تكون دراسة أو إلماء أو خاصة لدينا شيئاً لدينا شيئاً بدايات أولى رجع الطفولة رجع التكوين خلال الكلام ذلكم فهمت أن تربيتي في أسرة فنية سواء الموسيقى أو الكتابة أسرة فنية تؤثر وكذلك المدينة كلها ممارة وممارة وجدت من الفن كلها ثقافة كذلك هل أربعنا بدايات أولى؟ هذه مهمة لحياتنا عملها أبو حود سنشوف شمال أسس لنفسيات الإبداع الفنية وكتابة واحد منها كنت في يامالك لدينا واحد أطماء ودولي واحد ممتاز وكنت هارطة من أسرة الثقافة ونشوف الجاج مولين ولا تصورهم مجرد وحد البلاج لدي هذي تنظر بي كانوا عندنا الجاج والموزايق 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 لا يمكن الموزايق الموزايق لدينا هذي تبقى عندك الحق لا تستخفج لا تستخفج لا تستخفج ولكن أنت صادق لديك الفن لذلك تستخفج لذلك تستخفج لذلك تستخفج لذلك تستخفج وذلك تستخفج نتابع الدكتورة نوفيسو بانجلون هي فنانة عصامية 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 حكم أنك لم تجد دروس في التعليم الفني في حلق كلية الفنية جميلة بمعنى أن البدايات الحقيقية كانت خارج المغرب خارج المغرب وما العلاقة ما بين التكوين الذي هو الطب والفن التشكيلي هل لديك على طاقة أم لأنني كان عرفت ممكن أن تسحلي وأنا في التب في السنوات الأولى كي قرارنا ناطومي لأن ناطومي هي فيها الرسم فلاشي تكتير بالأخضر لأن أغلق الفناني إما قلقهم مهندسين ميماريين أولا الطباء بحكم أنهم ربما بحكم التخصص يقرأوا رسم بصفة قوية في سنوات الأولى بالنسبة لكنتي ما العلاقة بصراحة في العلاقة العلاقة هي الحاجة التي يشفتي والمناظر التي تدفعك لكي تكون مو بديح ومن حيث تحليل نفسي تقول لك العلاقة للغصة مع الماء تكون عميقة جدا وبحايلة بغاية جميل لكي تكون مو بديدة مو حاولة مو حاولة بسانية مو تعمل شعورة تقول لك أتبال بغاية وركنيسانس من حيات العطيفة التي أعطت كماك وركنيسان كثير كثير وأكثر طفولة 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 خمسة سبعة سنين قبل سبعة سنين أكثر الشخصية كثير في هذه الفترة إنسان يتولد داخل وفهم ومع البيئة ومع البيئة ومع البيئة ومع البيئة تتبع بعد مرة تتبع يكتب ثم بعد مرة تتبع يكتب نظرا المسائل الطبيعي ربنا يقولون أنه يكون تشغال من بعد يتفرع وربما يكون بعض الأشياء يتكون الحافظ وربما يكون تفرع ومع صدمة ممكن تكون حالة نفسية تجعل أن هذه حالة نفسي أنا كنت أول مرة صفقة وكانت البيئة تشغل بحق البحثة البحثة وبعيدة من أهلي وكنت قطرة بحاجة تنظر متاحية متاحية لا تنمشي شيء آلي من الدينة ولا تنظر المتاحب الأكبر الوفو والنيويار والكل ولكن من ناحية هذه تنفجر لماذا كان كان نفجر كما تقول تنطلق لماذا تقعد في السواء ونقعد تكون ضعيفة ولكن غني من نفس الوطس ضعيفة 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 ونحن 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 منطلق أخر هو أن بصريا لا يكون إغناء بصري بحكم أن لا يكون متاحية ولكن من أن في بلد أوروبي المتقدم الحياة الفنية تحضر ونحن 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 يوميا لا تحضر ونحن يمكن أن يكون حافظة أن الفنان يبدأ يكون مقارنة مع الفنان ونحن ونحن يكون حافظة أن يبدأ من أن لم نحن نحن في المتاحيف ونحن 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 مؤخرا كنت في إحدى الملتقيات التي أريد أن أسأل ما هو الجديد التي تصبح صفاء أو المهرجان أو الإقامة الفنية إلى الفنان إن الفنان هو فنان ما رأيت لذلك إضاءة النوعية التي ممكن إضافة الملتقى لفنان معروف لحزم لذلك لا يحتاج أن يتعلم أو لا يتعرف ولكن أكيد أشياء أخرى مهم مهم أولا بعد الصفر وإن فعين باريس المدينة الفنان ومهرجة التي لديها طريق من ناحية التقافة السينما والكتابة والشيع والرسم وحاجة أخرى تشوف أنني مهرجة وخصوصا هذا المتقى ممتاز مهم جدا كنت مصنع جدا لقد أكلاقيت من الفنانات من السعودية من عمان من قطر ومغاربة ديانة ومغاربة ديانة ومغاربة ديانة ومغاربة ديانة وحكابة الفنان دائما تيتعلم بعد لما تترسبش وما تتكترش دائما رأيك تتشجل تتلقى مع الناس تشوفه كيف يخدمه كيف يفكره كل مرة تزيد غنى على غنى صحي طرح اذكرت السعودية ويطح لي تبادرائي لدي واحد السعودية اشتغلت في السعودية ايا ممكن تتركينا لتلقى بابا وجالا اذكرت فنانين من السعودية كنت فرح كتبت أخر وانا حنالي بعيد على السعودية نموذج بعض الانضموذج ما كان نعرفوش الفن التشكيلي ديانة في مواصل الأخير ولكن بكم انا كنت اشتغلت للسعودية ربما بلعتي فنهم ومعاراتهم منذ مدة حتى تجربوا شغال ديرك كان فيه إطار كانت دورة خصوصية جداً حيث تعرف سعودية لما كاش عادتكم محرم لم يكن لديك تحريطتي نخرجكم ولا جيد السفرات تخرجكم الحاجة اللي مخصيش نستنعم بها هي كان معرض اللي واحد معرض بصراحة اكسر مغزال داروني فرقصر دور فريات الوزارة التقافة والسفرات المهربية التليفزيون أنا معديش حق ما فرق التليفزيون جاء واحد ينكلف بيه هو اللي يقدر ولكن أنا بصراحة قلوا لي ما كشفوش بساف ما عرفش كيفاش يخدوه من ناحية الفنية ولكن هما اللي الفنانين والسعوديين كانوا يجوون نهار المعقيد تقولوا أنت عندك شرقة وتشوفوا ذاك الأعمال ديالي وتقولوا الحركة ما كانت شردة مازال ما وعنات لي بجي منية شردة ولكن صار قولت عمالي كان ذاك من حيث ما يمساسي ذاك اللي تصوقوا ذاك الواقعيين وهذا وهذا وخروفين وشارك التcyclيقية م spannend صارت أسبان من شرحين و كلنا الصباح كيف حلطنا تفعل ذاك كانت أول استشاريات للنفسي مع وزغات الصحة في الجداة وفي رياض ونفسي للأطفال يأخذن في المستشفى السلمانية في رياض ومستشفى الأموار النفسية في رياض وحاول مشكلة للجداة المستشفى تطلب نفسي وتعلمت أشياء كثيرة تلقيت معي فناني هناك؟ تلقيت معي فناني هناك تلقيت معي فناني هناك ولكن كانت تجربة غنية جداً من حياتي لتعلمت أشياء كثيرة أو مهمة سؤال أخرى ما هو الفنان أو الشخص الذي تحسين أنه أقرب إليك؟ ما هو الفنان الذي يمكن أن يغرق لك ويذهب إلى الاتجاه لك أو ربما يجام لك أو يقول لك أن الأعمال لك كتعجبه أو فنان آخر يناقضك ويقدر يقول لك أن الأعمال لك يقدر يوصل إنما ما كتعجبك ويقول لك أن الأعمال لك لا تعجبوني أو لا؟ ما هو الذي تحسين به أقرب إليك؟ الذي تناقضني بصفة صريحة بلا لم يكن ناوي شيء مني لدينا فرحة البعض فرحة أحسن يكون توجهة تراجم مجمل لا يوجد لك مجمل ويقول لك لك أن تكون قابلة و فيما أن تكون قابلة عندهم الحقيقة يكون صحيح عندهم مجاملات و بدون خلفية مصرفتك مرأة و من النساء الأوليات تشتغلنا بالفن التشكيلي في المغرب و ما فقيت صعوبة لشق الطريق لأن ربما قد نقولوا أن الفنان تشكيلي الرجل يجب أن نخطط طريق روسي ليس حال هذا و كانت المساواة 100% لم تقيت صعوبة أنت مرأة تشتغل في مجال فن تشكيلي لا، أنا أحسيت بها و هذا ليس بعيد لا أعرف ما أحد الحق نقول لها في هذا البرنامج تشاهد الأوروبيين و الأسوكسيدانتو يقولون كل مرأة في المرأة و في الدواء أنا صراحة الحمد لله إن كل مرأة الوالي دينا اللي يكون أخي صديق و فنان ما أحد الحمد للخدمة المرأة زع ما ما أعرف ما يكون بصراحة ما أحد الخدمة لأن أحد الخدمة أول مرأة دينا خلالixur 90% في الموزرات الثقافة جاء إذ كلها كتبت للها و أصبح زائلا لا لا إنها من ناحية нوافع هذا اقتراح جلمي تتشتغل تعافل قيمة ديالك تكتبوا عليك تحترم الناسات يحترموك بعدك تحترم بسكومة يحترموك هذا اقتراح جلمي بعض الفنين اخرين يقول لك لبحكم اني مرآة يمكن تمشت أو كده هل هم مزيعة تسمع نها منك لا تنتهي الآن يجب انهم يحترفون بك في أي مدى نحن نرى في ناحية تبية ونحن نرى في ناحية تبية ونحن نسمع عيالة وزارة نحن كنا نذهب بحالة الراجعة لتكون مترشف ونحن نتفتح لرجال ونحن نتفتح لرجال وهذا العمر الحمد لله قبل ان نزول الفاصل الإشاري نريد ان نسمع منك ماذا كنا هم الفنانين نشكليين لألمين اللي أقرأوا إليك بحالة من فنغوغ وكانديسكي ودورا حتى الألوان عندي حميمية ودورا ودورا وكانديسكي كتامش لنيويور وكانديسكي 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 شكرا لك أستاذ نفيسا ونلتقي بعد الفاصل المشاهدية الكرام كتب الأوان موسى وكانديسكي وشكرا لكم